مرحبا منكم إلى النشرة الاقتصادية اعتمدت الجمعية العمومية لبنك البحرين الوطني توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% من رأس المال بواقع 25% فلسا أي ما يتجاوز 26 مليون دينار ووافقت العمومية العادية للبنك على تحويل مبلغ 16 مليون دينار إلى حساب الاحتياطي العام وتحويل أكثر من 900 ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني وإقرار تدوير مبلغ 9 ملايين دينار كأرباح مستبقى للعام القادم كما وفقت العمومية على إصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بما قيمته 10 ملايين دينار والموافقة على تحويل مبلغ 5 ملايين دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني عقد مجلس إدارة بورصة البحرين اجتماعه الأول للعام 2016 برئاسة يوسف حمود رئيس مجلس الإدارة وقد اطلع المجلس على مجمل تطورات سير العمل في البورصة وعلى التقرير الدوري لأداء بورصة البحرين والبورصات وأسواق المال الخليجية إضافة إلى طلاعه على تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات وأقر المجلس البيانات المالية الختمية للبورصة والمنتهية لعام 2015 كما وفق على الموازنة التقديرية للبورصة للعام 2016 وتم أثناء الاجتماع الموافقة على تقرير الحوكمة الخاصة بالبورصة للعام 2015 وعلى مقترح سياسات وإجراءات غسيل الأموال في البورصة